الصحة هنا تشكو من المرض فعلى الرغم من أن مستشفى السادس والعشرين من سبتمبر بمديرية عتمة هو المستشفى الحكومي الوحيد في المديرية إلا أن الأهالي يشكون من فساد إداراته وعدم الاهتمام به من قبل مكتب الصحة بالمحافظة الوضع الصحي في مديرية عتمة أقل ما يصف به أنه مرض الصحة مرض في المديرية نجد رغم زيادة السكان المديرية وأفتقارها إلى معظم الخدمات الطبية كون لا وجد فيها إلا مستشفى وحيد إضافة إلى وجود ثلاثة مراكز تفتقر المراكز فيها إلى عدم وجود أطباء فيها شبه أقل ما يقدم فيها خدمة التطعيم والصحة للنجابية يشكو الأهالي من ضعف الكادر المتخصص في المستشفى وانعدام الأطباء في التخصصات المختلفة والأكثر جرما من هذا أن إجراء بعض العمليات هنا قد تكون إحدى أسباب الوفاة تخيل أن عمليات القيصرية أصبحت عندنا مثلا في المستشفى في عتماء كأنه كوباء يعني كوباء يعني مجرد ما أنتصل الحامل دون إلا وبشرها يتم التحضر عملية قيصرية لا طول يعني تخيل في شهر 2-2014 في يوم 22 من شهر 2 أختان يعني امرأتين أختان يعني الصباح جات إحداهم وتم عمل عمل القيصرية لها والأخرى في المغرب في المساء كأنه وباء الطاعون يعني كأنه وباء إلى ذلك يتحدث المعنيون في السلطة المحلية عن اختلاسات تتم في المستشفى بالإضافة إلى ما يتسبب به الإهمال من أوبئة وأمراض توسع من دائرة المعاناة لدى المرضى الوافدين إلى المستشفى انظر مثلا هذا واحد واحد في هذا السند يوم الأربعاء يوم الأربعاء في 1-1-013 في 1-1-013 رقم السند 10-867 وتجد أيضا في 12-1-013 كم رقم السند 25 ألف وتسعة وهذا في تسعة ثلاثة ألف وثلاثة ألف وسبعمائة وخمسة واربعين يعني مأساة ويبقى مستشفى السادس والعشرين من سبتمبر في انتظار أن تنتد إليه يد المسؤولية لإخراجه من حالة الراهنة ترجمة نانسي قنقر